ليه شيء آخر تفضل اليوم؟ يحتفل العالم في 11 من يوليو بالذكرى الثلاثين لليوم العالمي للسكان وسط تحديات متزايدة منها ما يتعلق بالبيئة والتنمية والموارد الاقتصادية وكذلك الوعي المجتمعي ووفقا لأصائيات الأمم المتحدة فإن عدد سكان العالم وصل خلال العام الجاري إلى 7 مليارات و700 مليون نسمة ومن المتوقع أن يبلغ 9 مليارات و700 مليون نسمة مع حلول 2050 و11 مليار و2 مليون في عام 2100 التقديرات الحالية تشير أيضا إلى أن ما يقرب من 83 مليون شخص يضافون إلى سكان العالم سنويا أفريقيا بتصنف بالأسرع نموا في عدد السكان طبعا وأسيا ستصبح ثاني أكبر مساهم في النمو أما عدد السكان في أوروبا فمن المتوقع أن يتقلص كيف سيكون شكل المستقبل وما هي أبرز التحديات التي ينبغي الانتباه إليها مبكرا هذا ما سنعرفه مع ضيفتنا من عمان الدكتورة سوسن الدعجة أستاذ علم الاجتماع صباح الخير يا دكتور سوسن صباح الخير صباح الخير ولا صباح الخير أهلا وسهلا صباح الخير دكتورة سوسن أهلا وسهلا بك يمكن من المعروف أن عمليات الولادة يمكن هي أكثر من عمليات الوفيات التي تصير فيها العالم فبالتالي هناك نمو سكاني واضح أعداد تابعناها يمكن في المقدمة بس أي المشكلة؟ ما أعرف أين تكمل المشكلة سيدة سوسن؟ شكرا للاستضافة أنا سعيدة جدا أنه بيكون إلي مداخلة بيوم السكان العالمي واللي بيصادف اليوم وجميع الدول العالم تحتفل بالسكان العالمي وبكل سنة الأمم المتحدة بيكون في إلها منهج للتعامل مع اليوم السكان العالمي للعلم المنهج الذي نمشي عليه هذه السنة للسكان العالمي ماذا أنجزت الدول بعد مؤتمر السكان والتنمية الذي انعقد عام 1994 في القاهرة وهو كان مؤتمر دولي ووضع نقاط للتعامل مع القضايا السكانية واللي من ضمنها قضية النمو السكاني على ماذا يعتمد النمو السكاني؟ يعتمد على ثلاث مداخلات ومتغيرات سكانية مهمة الأول عدد المواليد ومعدلات المواليد في كل دولة نحن نقص منه معدل الوفيات وبالتالي نعتمد على معدل الوفيات الخام معدل الوفيات الأطفال والأمهات نضيف له صاف الهجرة مقدار ما دخل على هذه الدولة من مهاجرين وهاجر من الدولة في صاف الهجرة بشكل عام خلينا يمكن نقسم الدول لقضية معدل النمو السكاني إذا بدنا نطلع على الدول الأوروبية للأسف الآن معدل النمو السكاني عندهم منخفض جدا وهما الآن يعانوا من مشكلة سكانية شيخوخة المجتمع واختلال التركيب السكاني بكون أنه كبار السن لأعمارهم 65 سنة فما فوق الآن هما النسب الأعلى من القوى العاملة والأطفال الأمر معكوس أي الهرم السكاني معكوس في دول الجنوب الأفريقية والأفريقية والدول الآسيوية ولحد ما بعض من الولايات الأمريكية فالهرم السكاني يحتوي على الأعداد كبيرة من الناس في قوة العمل والأطفال وأعداد قليلة من كبار السن فقضية النمو السكاني لأنه في الدول الآسيوية هناك معدلات إنجاب عالية نتيجة الثقافة المجتمعية والأعداد الكبيرة من السكان التي في سن الزواج وبالتالي عندهم إنتاج إنجابي فمعدلات النمو عالية جدا نتيجة معدلات المواليد العالية خاصة في الدول الآسيوية ودول جنوب أفريقيا يمكننا بهمنا الدول العربية هلا بصدد اللقاء bullishنا كدول عربية عندنا معدلات إنجاب عالية وبالتالي معدل النمو ناتج عن معدلات الإنجاب أما بعض من الدول اللي عانت من صافي الهجرة كالهجرة القصرية على بعض من الدول العربية زي ما صار بحالة الأردن بلبنان فإحنا كان عنا صافي الهجرة لفترة معينة عالي جدا فبالتالي كان معدل النمو السكاني يعتمد هنا على صافي الهجرة فأهم شيء تلات متغيرات وكل متغير يجب أن يكون له دراسة منفصلة للمدخلات في هذا المتغير دكتورة سوسن دايما بسأل نفسي لما بسمع مثلا أنه يتقل ده أوروبا زي ما قلنا عدد السكان هيتقلص في دول هيبقى النمو عندها بالسالب في روسيا مثلا هتبقى سالب زيرو بحلول مش عارفة عام 2030 أو 2050 بورتريكو سالب مش عارفة كام يعني هما مش مجتمعات بيتزوجوا عايشين زي ما احنا عايشين يعني يعني ليه إحنا عندنا معدلات الإنجام مثلا عالية هما لا مش هي حياة بني أدمين عايشين أبو أمو أولاد يعني عايزين نفهم ليه اختلاف التركيبة السكانية ففي دول روسيا والدول الأوروبية نعم التركيبة السكانية بتقسم السكان إلى ثلاث فئات فئة صغار السن اللي أقل من 15 سنة وفئة العاملين أو القوى العاملة من 15 إلى 64 سنة وكبار السن دول روسيا والدول الأوروبية معروف عنها بالتركيبة السكانية ارتفاع نسبة منهم بسن الشيخوخة وأيضا قليل عدد الموجودين في قوة العمل كما أن القيم المجتمعية مختلفة جدا عن القيم المجتمعية في الدول الآسيوية خلينا نحكي والعربية قيمة الزواج أعلى عنا فإحنا بالدول الآسيوية كنا دائما بنحكي من ناحية ديمقرافية هدف كل شخص أنه بنهي حياة الجامعية يتزوج بيكون أسرة ويكون عنده أولاد لكن إذا بدنا نلاحظ بدول آسيا ودول الأوروبية بروسيا والدول الأوروبية الهدف بيكون العمال والإنتاج أكتر من أنه تكوين الأسرة كما أنه في عنا قيم مجتمعية بالدول العربية بتحفز على أن يكون في أسرة في عنا قيمة الإنجاب إلى أن يأتي المولود الذكر فالأسرة العربية ممكن أنه بالضبط في الدول العربية ممكن أنه تنجب أربع وخمس بنات حتى يأتي المولود الذكر لأنه نفكر بالاسم والعائلة والإرث وهذه الأمور هذه القيم المجتمعية ليست متشابهة تماما كما هي في دول روسيا وأوروبا أنا كمحل الجيموغرافي يعني حديثك يمكن أن يقودنا الكثير من الأسئلة أولا في دولنا العربية نحن دائما يمكن أن نحث على الزيجة فبالتالي نشوف أنه عندنا زواج متواصل ولادات بعدات كبيرة يمكن في روسيا أيضا حكومة مؤخرة صارت تدعم الشباب من أجل الزواج والحفاظ على العائلة وعلى الأولاد فما أعرف أيهما أفضل أيهما أحسن في وقت نشوف أنه في الصين عملوا عمليات الزواج أو الولادة يعني قوانين تفرض أنه خلص على كل عائلة ننتجب طفل واحد شكرا إليك هون أنت عم تحكي عن قضية السياسات السكانية كل دولة يجب أن تدرس الوضع القائم للدولة فعلى سبيل المثال روسيا لما درست الوضع القائم انتبهت أنه عداد المواليد رح تنخفض معدل الإنجاب الكلي عم بيصير بالماينس فبالتالي هما كمان عشرين سنة رح يواجهوا مشكلة أنه ما في عندهم أطفال فبالتالي ما في عندهم ضخ إلى قوة العمل لأنه أنت بقاعدة الهرم عندك الصغار أنت بتهيئهم حتى يكونوا هما بقوة العمل خلال خمسة عشر سنة من ولادة هذا الفوج إذا بدنا نيجي على سبيل المثال عندنا بالأردن لما درسنا الوضع القائم رح نمر بتحول ديموغرافي ما هو التحول ديموغرافي رح يمر في الأردن غير الأردن. عندنا مصر وعندنا بعض من دول الخليج رح يكون أكبر نسبة من السكان في قوة العمل حسب التقديرات السكانية والسياسات السكانية اللحنا هلا شغالين عليها في الأردن رح نكون سنة عشرين ثلاثين أكبر نسبة من السكان في قوة العمل فبالتالي لازم نشتغل على تهيئة وتهيئة البيئة العمل وبالتالي لازم نشتغل على خفض معدلات الإنجاب. فهي بتعتمد سيدي على كل دولة لتحديد الوضع القائم. وبالتالي وضع سياسات تتناسب مع الوضع القائم والتقديرات والإسقاطات السكانية اللاحقة. فحسب كل قضية سكانية في كل دولة. فهي بتختلف من دول أوروبا إلى دول آسيا ودول الجنوب. نعم. طيب خليونا دكتور خليك معنا دكتورة سوسن. هنروح لفلر بسرعة نشوف دخول دول المختلفة والتباين في دخول سكان العالم. ونعرف إحنا فين. خلونا نشوف ونرجع نكمن. شوفنا الفلر دكتور سوسن. ويمكن ده سؤال أيضا توزيع الثروات. وإن في دول وأشخاص. نحن شوفنا الفئة الأعلى بيقبض 3700 دولار شهريا. 300 مليون شخص حسب ما تذكرنا الفلر. بالزبط. اللي بعده على طول بيقبض 200 دولار. بس يعني فيه فرق كبير بين الاثنين. ليه فيه أماكن بيبقى فيها الثروات غنية وموجودة بكثرة. وأماكن تانية بيبقى فيها الثروات محدودة جدا. وبيتخنقوا عليها. ليه؟ طبعا. لمعدل النمو الاقتصادي في كل دولة. كل دولة لديها معدل نمو اقتصادي. وخطط تنموية لرفع هذا المعدل. هلأ. لو أننا بدنا نخذ كل العالم بمعدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي. لا يوجد لدينا مشكلة. لأنه باستمرار معدل النمو السكاني ينمو بمتوالية هندسية والاقتصادي بمتوالية حسابية. ولكن نحن دائما نأخذ على كل دولة. هلأ. كمخططين لقضايا التنموية والسكانية. يجب أن يتلاءم معدل النمو الاقتصادي مع معدل النمو السكاني. فالسبب لأن معدلات النمو الاقتصادي متباينة ما بين الدولة. وبالتالي نصيب الدخل من الناتج المحلي الإجمالي. أكيد سيكون مختلف من دولة إلى أخرى نتيجة السياسات الاقتصادية الموجودة. دكتورة. يمكن مع هذا الأثر الاقتصادي والديمغرافي. حضرتك تحدثت عنه. يمكن أثار أخرى مع النمو السكاني. هل بدأت دولنا العربية تأخذ الإجراءات التي ذكرتها من أجل استيعاب هذا النمو السكاني؟ يمكن أن أتذكر في رمضان الذي فات في مصر عملوا حملة. السند ليس في العدد. أثنين كفاية. كانت حملة حلوة بس هل هي كافية؟ شكرا لك. هل يمكن كمخططي لقضايا اجتماعية لازم ننتبه أنه معدلات النمو البشري تعتمد على ثلاث مداخل. المدخل الاجتماعي. ونحن بنحكي على نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي للذكور والإنات. بنحكي على الخدمات الصحية وعلى العمر المتوقع عند الولادة لكل الجنسين. ونحكي هنا على المؤشر الاقتصادي عن ناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. فلما أريد أن أتكلم عن تنمية متكاملة. لازم أخذ بعيني الاعتبار الثلاث مؤشرات. لا يكفي أن أعمل على القضية الاقتصادية. وأنا لا يوجد مني موارد بشرية ناتجة عن مخرجات التعليم. فمبدئيا أنا لازم أنتبه لمخرجات التعليم الأساسي. مخرجات التعليم الثانوي والجامعي. ومناسبتها مع متطلبات سوق العمل. وبالتالي لازم تكون في عندي خطط استراتيجية. مش خطط طارئة لقضية الاقتصاد. يعني ممكن أن أعمل حملة مبادرة. ولكن ما بتكون آنية. لازم تكون في عندي خطط تنموية. وبالتالي بتأخذ كل القطاعات الاجتماعية والصحية والاقتصادية. وبتكون تجدد كل خمس سنوات. وبعملها أنا باستمرار تقييم. حتى أشوف أن أنا ماشي بالسياسات السكانية أو بالسياسات التنمية وبشكل صحيح أو لا. وبعين الاعتبار لازم دائما أن أأخذ القضية السكانية. لأن المدخل المهم بكل شغلنا بالتنمية. القضايا السكانية. هلأ حكيت لي عن الحملات المؤخرا. هنا أنا يمكن شوي بدي أرجع على سياسات تبعتها الصين. مثلا سياسة الصين تبعت أن وصلت لمرحلة انفجار سكاني. فبالتالي بدها تقلص بالقانون. أعداد السكان. فلجأت للطفل الواحد. بس خلينا نكون صارحين هاي الأمور. بزبط كان للطفل الواحد. هلأ مبدئيا مع الدول العربية. لا يجوز أن نقوم بإصدار أي قانون. أولا يتعارض مع التعليم الإسلامية عنها. ثانيا بتعارض مع حقوق الإنسان. لأنه مبدأ معلومات وخدمات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. يجب أن يأخذ الإنسان جميع الخيارات بالمشورة حول هذه القضايا. ومن ثم هو بيقرر حسب معطياته الشخصية. معطياته الاقتصادية والاجتماعية. عدد الأبناء اللي بدوا بدوا إياهم. فإحنا هون إذا بدنا نرجع نحكي بدنا نعمل حتى نخفف من النمو السكاني بالدول العربية طفل واحد. إحنا رح نعارض تعليم الإسلامية اللي بتحكي عن تحديد النسل ومشابه من هذه القضايا. فبالتالي نرجع لنقطة الصفر. إحنا قطعنا شرط كثير ممتاز بقضايا تنظيم الأسرة. وخفض معدلات الإنجاب بكل الدول العربية. كمان ما ننسى الصيني ممكن واجهت مشكلة لاحقا. أنه صار عندها اختلال بنسبة الجنس. لأنه لما بيكون بالقانون طفل واحد. فلجعوا أنه فيه إجهاضات غير قانونية. لما يعرفوا أن المولود أنثى. بالتالي صارت إجهاضات. فكانوا بفضلوا الطفل الذكر. فاختل عندهم نسبة الجنس. هلأ نسبة الجنس نسبة طبيعية. لازم أنها تكون كل مئة أنثى بقابلها مية وخمسة عند الولادة. ومن ثم هاي النسبة بتصير بعد خمس سنوات من الولادة. كل مئة أنثى بقابلها تقريبا 98 من الذكر. نتيجة أنه وفيات المهد ووفيات الأطفال بين الذكر أعلى من الإناث. فهون بدنا نرجع في اختلالات بتصير بالمؤشرات الطبيعية الديموغرافية. فواجهت الصين. فبالتالي هلأ عندها عدلت القانون أنه ممكن لطفلين. كلام حضرتك جميل طبعا. دكتورة سوسن. ومنستفيد منك. بس طلعه. يعني برضو في الصين بيبقوا عايزين الولد بشرية. بولود الذكر. أيها طيب. إمتى أقول معدل النمو السكاني منتظم؟ أمان. وإمتى يكون غير منتظم؟ لازم كدولة أتدخل. إمتى ده وإمتى ده؟ نعم. لما بيكون معدلات النمو السكاني تتلاءم مع معدلات النمو الاقتصادي. إذا في عندي نمو اقتصادي عالي جدا ومعدلات نمو. كانت متناسبة. ما في مشكلة. يعني زي ما صار مثلا بالنمور الأسيوية سنغافورة وبالصين. في عندهم أعداد كبيرة. ولكن في نمو اقتصادي. الآن الصين من أول الدول الانتاجية. فبالتالي هي عالجت الموضوع من خلال العمل على النمو الاقتصادي. وعمل التوازن ما بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي. نعم. كنت دول يمكن تستثمر البشر. على الأموم دكتور سوسن الدعجة أستاذ علم الاجتماع. كنت معنا ضيفة كريمة عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية. عمان. شكرا الأردنية.